حقوق المواطن وواجبات المواطن الفرق بين الحقوق والواجبات أنتم تعرفونها بالتأكيد حقوق التي لك أنت على الدولة تكفل لك الحياة الكريمة الرعاية الصحية الرعاية التعليمية الأمن والأمان ولكن عليك أنت واجبات عليك أنت ابني وعلى ابنتي وعلى كل مواطن في هذا الواطن وواجبات الدفاع عن وطنك التمسك بتقاليده وعاداته والمحافظة على الأمنه ونبث الفرقة والعنصرية والمذهبية والطائفية وكل أنواع التصنيفات التي يجب أن تحارب وأن تلغى من قاموسنا كسعوديين نحن سعوديون في المقام الأول وفي المقام الأخير وهذا الوطن للجميع لا يفرق بيننا مذهب أو قبيلة أو مدينة أو انتماء عرقي أو انتماء قبلي كلنا في هذا الوطن بالتالي هذه واجباتك المدافع عن وطنك أن تستشعر المسؤولية المنقالة عاتكك بأن تجود عملك يعني أنا أقول لك مثلا من حقوق الدولة على المواطن يقول لك أن الله يحبه وإذا عمل أحدكم عملاً أن يطقنه الطالب في جامعته أو في مدرسته الأستاذ الجامعي المعلم في المدرسة المعلمة كذلك العامل في المصنع العسكري في عملة يخي حتى أن تميط الأذى عن الطريق هذا من باب إتقانك لعملك فعندما تجود مخرجات عملك وعندما تقدم لوطنك انتماءك الحقيقي في أن تتكن ما أوكل لك من المهام دراستك تعليمك واجباتك العلامية إذا كنت علامي واجباتك الثقافية واجباتك الوطنية هذه هي حقوق وطنك عليك أو واجبات وطنك عليك لا تقول ماذا قدم للوطن بل يجب أن يكون السؤال ماذا قدمت أنت لوطنك وماذا يجب أن تقدم أنت لوطنك هناك قصة الملك عبدالعزيز رحمة الله عليه عندما دخل المصمك أو كان المصمك يبنى وهذه ذكرها المؤرخ الريحان يقول بأن البناء كان يكتب على السور نبني كما كانت توائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا فقال له غير كلمة مثل ليصبح فوق فيصبح البيت نبني كما كانت توائلنا تبني ونفعل فوق ما فعلوا فوق ما فعلوا هذه المواطنة لا تقول كان أبي وكان جدي وعمل فلان وفلان يا أخي ملوكنا الملك عبدالعزيز أطلق هذا الكيان العظيم مؤسسها وحماها من الشتات والفرقة والنزعات الملك سعود أطلق المؤسسات والوزارات الملك فيصل أعطاه بعدها القومي وبعدها الإسلامي العظيم الملك خالد أطلق النهضة الاقتصادية والمشروعات الملك فهد بنا التعليم والجامعات الملك عبدالله أيضا البعد الإنساني والبعد القومي العربي الملك سلمان الآن على جميع المستويات هناك رؤية تنهض بهذه الدولة المباركة وتصبح دولة عالمية الآن بعدنا بعد عالمي ليس بعد فقط إقليمي أو بعد إسلامي أو بعد عربي بعدنا بعد عالمي المملكة العربية السعودية الآن محط أنظار العالم تدير ملفات سياسية على مستوى العالم ويعني تقصد في كثير من الكضايا الدولية ويعول على قادتها الكثير فبالتالي هذه المواطنة أن نفعل فوق ما فعل أباؤنا وأجدادنا لا تقول يعني يقولك ليس الفتى من قال هذا ليس الفتى من قال كان أبي أن الفتى من قال ها أنذا الوطن عظيم عظيم خالد من هذال يقول عن الوطن وطننا ما نبيع مثل من باعه وما نشريه ولا نشريه أسامينا على صحراه مرسومة ومطبوعة بالتالي هذا الوطن هو هذا النسيج المترابط يجب أن نكون وطنيين حقيقيين ليس فقط بالمعنى الدلالي المباشر بالمعنى العميق بالكلمة النوعطي ونوعطي ونوعطي الأمير بدر بن عبد المحسن يقول في أحد القصائدة دارنا ما هي في كل الديار شمسها تسبق الشمس بنهار أهلها أهل الشيم عمروها من عدم سطروا فوق العلم لا إله إن الله الوطن غالي 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 وانت يا قلب الوطن غالي وغالي كثر ما كانت كثر ما راحت معالي وكثر ما جتنا ليالي وكثر ما عاش الوطن عز ومعالي الوطن عالي عالي هذا هو الوطن الدكتور راضي قصيبي يتكلم عن الوطن يقول البشرة تراقصت الرمال لها فمن الرمال تفتق الورد بدون أجل وعدوا فمنكسوا عقدوا فلم ينقذ لهم عقدوا بدون إذا مضيموا مسهموا ساعة الخيام كأنها جرد جند الرسالة نحن ويحملها من الحفيد ويحمل الجد نفط يقول الناس عن وطن مما أنصفوا وطني هو المجد بالتالي الوطن هو المجد وكنز السعودي هو أنتم أبنائنا وبناعتنا النفط ناظب كما قال الأمير محمد بن سلمان لكن ما يعول عليه هو نفط السعودية شباب السعودي وشعبات السعود أمير الشعراء أحمد شوكي أكيد فيكم من يحب الشعر والشعر العربي يقول واللوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق ولاحظ كلمة دين مستحق اللوطان في عناقنا دين أن نقدم لأوطاننا ما أن نقدم لأنفسنا أيضا يقول أمير الشعراء وطني لو شغلت بالخلد عنه وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي تخيل أنت مشغول بالخلد عن وطنك ومع ذلك أنت غير معذور تنازعك نفسك بأن تقدم لوطنك أهم من أي شيء بالتالي علينا أن نقدم لوطننا وأن لا نقول ماذا قدمنا الوطن بل نقول ماذا قدمنا الوطن المملكة العربية السعودية أنا بقول قصة لأولادي وأبنائي طلاب طالبات الدول عندما تسقط لا تعود هكذا يقول التاريخ الدول العباسية عندما سقطت لم تعود أيضا الدولة الأموية عندما سقطت لم تعود الدولة الفاطمية الإمبراطوريات الفارسية والرومانية التاريخ يقول هكذا لكن تخيل دولة السعودية تقوم ثم تسقط في سنوات ثم تعود مرة ثانية وتقوم ثم تسقط لكنها عادت مرة ثالثة على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه مع رجال المقلصين هذا درس بارتباط هذه الأرض القدري بهذا الإنسان ارتباطها بهذا الإنسان عندما تقوم الدول بعزايا مبنائها فهي لا تسقط وعندما تسقط فهي تعود أكوى وأكوى الشاعر الأمير بدر من عبد المحثن وصفه دخول الرياض وعزائم الرجال الأبطال بالجبال فيقول في وصفه هذا الرجال جبال أو حظها الأجيال خلى سراب اللال نهرب يديهم تخيل أنه اللي كان ينظر لنا من المشروع وحدوي على جاء الملك عبد العزيز للكويت مع هربعين رجال على ظهور الإبل من يتوقع أن هذا المشروع الذي وصفه الشاعر بأنهم كارم جير ربياني سراب سيتحقق وينتج أعظم كيان سياسي في العصر الحديث هذه الدولة التي سقطت مرتين ثم عادت المرة الثالثة تكون أقوى وأقوى وهي أكبر اقتصاد في دول العشرين وهي الدولة العصرية الحديثة التي خصها الله عز وجل وحباها بالكثير من مقاومات الدولة وهي التي إن شاء الله يبنى عليها ويبنى عليكم أنتم مستقبل أجيالها إن شاء الله في القريب العاجل يقول لمير بدر بن عبد المحسن يصف تلك الحادثة ودخول للرياض مع الملك عبد العزيز هل أربعين رجال ولا صخور جبال مكبر هقاويهم غزون غنائمهم وطن ما غيروا غير الزمن هل أربعين رجال ولا صخور جبال مكبر هقاويهم غزو غنائمهم وطن ما غيره غير زمن تخيل تغير زمن الأمير خالد فيصل ماذا يقول أيضا يقول ولي اعتباهوا بالمنازل والأوطان ولي اعتباهوا بالمنازل والأوطان ليدير تنسيد المخاليق منها ولي اعتباهوا بالمنازل والأوطان ليدير تنسيد المخاليق منها اللهم صلي وسلم عليه عندما اعتباه الجميع بأوطانهم وهذا حق مشروع فنعتباها بأن المملكة العربية السعودية هي أرض الرسالات موطن لحضارات انطلقت منها رسالة محمدية فيها بوعتها محمد صلى الله عليه وسلم هي بلد المجد وهي كما يقول الدكتور عزيق الصيبي نفط يقول الناس عن وطني ما أنصفه وطني هو المجد المجد هو هذا الوطن ونحن وأنتم جميعنا سائرون في ركب التنمية وركب الحضارة والتقدم ونصنع وطن ونحميه بسواعدكم وأنتم